ايه رأيه في الفيديو اللي قدامك جميل صح? يلا بينا نعمل واحد زيه. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سيد من قناة الابداع والتماش دائما القناة ابدع واستمتع. عشان نعمل المؤسر اللي احنا شفناه. اولا هنحتاج ان احنا نكتب النص بتاعنا باللون الابيض على خلفية سودة. هنجيب الخلفية السودة من ايه? هنقف نهوت في الميديا. ونختار ونختار من ضمنها الاسود هوا زي ما انتم شايفينه هنسحبه ونخطه عندنا في اه مصطرة العمل تحت. تمام? وهو زي ما انتم شايفين. اصبح في خلفية سودة. طيب عايزين نكتب النص بتاعنا? هنروح للتايتلز ونختار هنا هو مسلا اول واحد اللي هو اللي هو العادي الديفولت تايتل. نسحبه نحط هنا هو. تمام? ونكتب هنا النص اللي احنا عايزين. وليكن مسلا نكتب اسم القناة. طبعا انت ممكن تكتب اسم قناتك انت او تكتب اي نص انت عايز. طبعا هنكتب هنا هو النص نخليه اكبر حاجة. تمام? اهو. بعدين نجيب اه مؤسر من المؤسرات ذات الحركة. تمام? هنخش الهو ندوس على النص اللي انا كتبه. وبعدين نروح المؤسر دوت. اهو. اللي هو الكلمة بتكبر شوية. تمام? اهو. زوم انتو. وفي برضو زوم ان وان. ممكن نشوفه. زي ما انت حابل. ممكن نختار زوم ان وان اهو. اهو. نعمل على دي دابل كليك. خلاص. نتأكد. اهو. كده عندي النص مكتوب بالابيض على خلفية سودة. تمام? والحركة اللي انا عايزة اهي. تمام? اوكي. كده خلاص. هنعمل ده كفيديو. نعمل له اكسبورد. تمام? ونسميه مثلا التكست. نسميه التكست. ونحطه على الديسكتوب. اهو. بيعمل له دلوقتي الاكسبورد. نعمل ونفتحه ونتأكد منه. تمام. كده اعملت اول جزء في الفيديو بتاعنا. تمام? هنمسح ده اللي موجود هنا. خلاص? ونروح للميديا ونجيب اي خلفية بتعبر عن منظر طبيعي جميل. تمام? هنا هوت عندنا في الميديا في حاجة اسمها سامبل فيديو. يعني فيديوهات بتيجي كعينات. بتختار اي عينة منهم. تمام? وليكن هزا. اهو. اهو هنتحرك. ده منظر طبيعي جميل. عايزين نحط عليه الكلام. هنعمل ايه? هنروح للميديا. تمام? بتاعتنا. ونجيب الملف اللي احنا كتبناه اللي هو اسمه تكست. اهو. ونسحب التكست هنا. اهو. ونخليه على قد. اصغر شوية كمان. تمام? ممكن ده نكبره. يعني نخليه هنا هوت ابطأ. بحيس ان هو ياخد مساحة وقت اطول. اصغر اي حاجة في المنظر الطبيعي اللي هو في الخلف اللي هو بيزهر دلوقتي. طيب. عشان اظهر الكلمات وتخلي الكلمات هي اللي تظهر للمنظر الطبيعي. هعمل هنا هوت. واختار في اختار حاجة اسمها يعني اللون الاسفد. تمام? طيب. كده هوت المنظر كويس. بس انا عايزه تحديدا يجيب لي بقى المنظر الطبيعي دخل جوه الكلام. يعني عايزه جيب لي جوه حرف الواو هنا هو. المنظر الطبيعي. ازاي نعمل الكلام ده? هنعمل حاجة اسمها زوم ان. اهي. نخش على كروب. تمام? وبعدين نبان انزوم. ونخليه يقفل بالزبط على حرف الواو بالزبط اهو. تمام? تمام? وبعدين نقفلها بالزبط نخليه بحيس ان هو يقفل عليها بالزبط. او حلع حرف الالف. اهو. خليه يقفل بالزبط عليها. نصغر على قد ما نقدر. اهو عشان ما يحصلش قطع في الفيديو. تظهر كأنها جاية بشكل طبيعي جدا. اهو. نصغر كمان. هزي يقفل بالزبط على الحتة البيضة اللي فيه حرف الالف ونقول اوكي. رايب. نبدأ من الاول. هاو نجرب. اه دي النص شغال. ايوا زي ما شايفين اهو. وكمل دخل على المنظر الطبيعي. ده كانت مؤثر جميل جدا تقدر تستخدمه معك في اي فيديو من الفيديوهات. تكتب اي نص وتعمل عليه اي حركات بالنصوص. نجرب كده نعمل اكسوبورت ونشوف المنتج النهائي. اهو مي فيديو. تمام? نشوف ادي الفيديو عندنا. اهو نتفرج على الفيديو اللي احنا لسه عاملينه. اهو دخل بالزبط على المية وجاب لنا المنظر الطبيعي بعد ما الكلمة ظهرت. ارجو ان انت تكونوا استفدتم بشرح النهاردة والفيديو البسيط دوت. وياريت ازا كنتوا استفدتم وعجبكم الفيديو تشتركوا فيه قناة الابداع والتميز دائما قناة ابداع واستمتع. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة